بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله المشتركين جدد نقول لكم مرحبا بكم متابعين نقول لكم دمتم أو فيها للقناة إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال وصفتنا لنهار اليوم خبز السميد والفارينا وصفة سهلة روعة روعة ونتيجتها أكثر من رائعة نتمنى أنكم تتابعوا الفيديو للأخير وتشوفوا الطريقة وبلما نطول عليكم نبدأوا على بركة الله في المقادير نحتاجوا لهذا الوصفة كمية من السميد المتوسط ونحتاجوا كذلك كمية من الفارينا نحتاجوا مع دافي نحتاجوا خميرة الخبز والسكر والملح هذو هما المكونات فقط ونبدأ نحطوا في إناء يكون واسع شوية نحطوا كس الماء الدافي نضيفوا له ملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة كبيرة سكر نخلطوهم مع بعضاهم وبعد ذلك راح نضيفوا الفارينا بالتدريج نزيدوا معاهم ملعقة الملح ونكملوا نخلطو حتى نتحصلوا على عجينة تكون طارية نوعا ما وتلتسق في اليد وماذا بكم أخذ مغير بالملعقة خشبية ولا هذي تعصي لكم أنا في العادة نحضرها بالملعقة انتعى الخشبية فقط هنا راني نوري لكم باش تشوفوا القوام نغطوها ونخلوها تختمر هنا كما راكم تشوفوا بعد ما اختمرت رايحين نكسروها أو نديقازوها نخرجو لها هذوك الغازات اللي فيها وكما قلت لكم أختمها غير بالملعقة ما تحتاج انكم يعني تستعملوا اليد نزيدو نعودو نغطوها ونخلوها تتعاود تختمر للمرة الثانية بعد ما اختمرت العجينة رايحين نضيفولها اثنين ملاعق كبار زيت زيتون من الاحسن زيت زيتون الى ما عندكمش استعملوا زيت العادي ونخلطوهم كيف كيف بالملعقة يعني شوفوا هذه أسهل وصفة واسهل طريق او راح اتجيكم نتيجة أروع وشوفوا كيف كيف ضفنا لها الزيت مع الدش تلتسق رايحين ندخلوا هذك الزيت مع العجينة يعني خلط خفيف فقط هكذا بعد ذلك راح نقسم العجينة الى اثنين ونرشو البلوندو تخفاي بشوية سميد كي ما قلت لكم متوسط ونحطو العجينة هنا تقدروا تديروها يعني قرصة وحدة وتقدروا تديروها زوج بصح هكا راح تساعدكم احسن لانو العجينة طريا وراح تلتسق يعني في اليد راح تتعبكم شوية كتعود يعني قرصة كبيرة ونوجدو كذلك سينية الفرن انا حطيت عليها سيليكون تقدروا تحطو ورق زبدة واللي ما عندوش ترشو سميد فقط ديرو طبقا مليحة شوية من السميد بش ما تلتسقش ونبدو نبسطو العجينة كيف كيف بالسميد يعني نرشو عليها سميد ونبسطو العجينة على هذي الطريق لانو السميد هو اللي مش حيخليها تلتسق كي ما قدتلكم واما السمك تاع الخبزة نتومة ويعني كيفاش تحبوها اللي يحبها عالية خشنو شوية في السمك تاع القرصة واللي يحبها رقيقة ديرو العكس نعدلوها جيدا ونحطوها في سينية الفرن ونزيدو كذلك للقرصة الثانية ونخلوهم يختمروا احنا بعد ما اختمروا راح نحطوهم في الفرن على 180 درجة وهنا بعد ما طابوا كي ما ركم تشوفوا شوفوا كيفا يجوكم جاو خفاف روعة نتمنى انكم تجربوهم وصفة سهلة 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 وفي ساة تكملوها يعني ما تديش وقت وما تديش مجهود وما تديش مكونات وهذا هو شكلها من داخل شوفوا كيفا جات خفيفة روعة بمكونات والاروع حبي تنفيدكم بها نتمنى انه فيديو اليوم يكون عجبكم ونتمنى انه الوصفة تكون نالت رضاكم وملاحظة اخرى السميد اللي فرشناه في سينية الفرن ما ترموهش لموه كل مرة تتحصل على كمية مليحة وتقدروا تديرو به وصفة من الوصفة التقليدية مثلا الرفيس الحقنا نهاية الفيديو ما بقى لغير نقولكم لا تبخلوا علينا بالاعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وبرتجوا لتعمل فائدة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة